أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان طبعا يمكن بقت مشكلة بتقرق أولياء الأمور مسألة المنصات الأجنبية والقنوات الكتيرة اللي بتقدم للأطفال وأحيانا كتير ولادنا بيتعرضوا للمحتوى غير مناسب ليهم بيقدم أفكار مش بتاعتنا سلوكيات بعيدة كل البعد عن ثقافتنا وعن هويتنا المصرية والعربية علشان كده وزارة التربية والتعليم قررت أنها تنفذ برامج توعية داخل المدارس علشان تصحح هذه الأفكار اللي ممكن الطلبة يتعرضوا لها منه هم أطفال صغيرين وهما بيتابعوا المسلسلات الموجودة على المنصات الأجنبية وهنا الحقيقة فيه دور كبير جدا هو دور رقابي من قوية الأمور لأنه لما بتختار السن اللي داخل على هذه المنصات فيه حاجات بتتمانع أنها تتعرض للأطفال لكن حتى بعد ما تعمل كده بيكون فيه حاجات برضو بعيدة عن مجتمعنا وعن سلوكياتنا فعلشان كده هذه الخطوة خطوة هامة جدا ولما نرجع ننشرة تاني في المدارس الأخصائية النفسية والاجتماعية اللي بتتكلموا على أطفال وتسمعهم عن قربه وكمان مدرسين ومعلمين التربية الدينية في المدرسة وقد إيه كلامهم مهم في توعية ولادنا بالأفكار الصحيحة وبثقافتنا وهويتنا المصرية خلينا نتكلم في هذا الموضوع بشيء من التفصيل مع دفتنا لمنورنا في الستوديو الدكتورة هيبة فتحي أستاذ الطب النفسي بالأسر العيني صباح الخير صباح الخير صباح الخير عليك أهلا وسهلا بيكو أهلا وسهلا أنا إزاي كوالي أمر أتعامل لو عرفت أن ابني تعرض وده بقينا معظمنا بيتعرض له وكلهم متعرضين لهذه المنصات شاف حاجة ما كانتش المفروض يشوفها يعني ده بيعمله نوع بيخليه عرضة لأفكار مختلفة خالص عن الأفكار اللي إحنا عايزين نربيهم عليها بسي وطبعا البداية أن لازم أنا الأب والأم لازم يعني الثقافة العامة في البيت توسع شوية يعني ما بقاش ينفع يبقى زي زمان أن قفل عينك ويعمل كذا ما بقاش ده موجود يعني ما بقاش يبقى التعامل معاهم بالشكل ده لأن إنت لو إنت عملت كنترول على الأبليكيشن الموجود على التلفزيون أو الأبليكيشن أو المنصة الموجودة على الآيباد أو 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 طب أنا عملت هنا بيراند كنترول طب أنا هعمل إزاي على اليوتيوب اللي هما بيتفرجوا عليه وبيطلع لهم كارتون ويطلع منه مشهد غريب أو يخش عليه مشهد مش مظبوط فأنتي المدخلات بقت غير محدودة فمش هينفع خالص إن أنا إيه عندي حتة هنا لأ أنا محددة لأ أولادي أنا وأغدب بالي من هما بيشوفوا إيه لأ حيتعرضوا يعني أتعرضوا فأنا طالما هما يتعرضوا يبقى لازم إن أنا أكون مهيئهم نفسيا ومعرفهم ومديهم فكرة كاملة عن إيه أنت دلوقتي عندك كذا سنة اللي بيحصل اللي موجود إنت لما يبقى فيه الحاجة دي حلوة إنك تشوفها الحاجة دي مش حلوة إنك تشوفها أديله مساحة للحوار إنه هو لما يشوف حاجة يرجع لي ما يبقاش مرعوب من ماما أو من بابا إنه هما هيزعقوا إنه هما هيممكن يسحبوا مني الموبايل أو إنه هما ممكن دي من الحاجات اللي هي لازم يبقى فيه مساحة إنه يقدر يقول لي هو شوف إيه فلما يقول لي شوف إيه نقدر نقدر نتكلم فيه الحاجة كمان المهمة جدا إنه لازم برضو أنا أبقى موجود في حياة ولادي شوية يعني ما يبقاش إنه هما متسابين مع الأبليكيشن أو إن أنا سايبا لهم مثلا تلفزيون طول النهار فهما ما بيعملوش حاجة غير إنه هما بيتفرجوا على التلفزيون بيخشوا من المنصة دي للمنصة دي وفيه هناك حاجات حتى لو هي للأطفال عندهم غير للأطفال عندنا يعني المقبول به هناك مش مقبول به هنا فهي دي اللي بتفرق فدي مهمة قوي إننا ما سيبهمش لها لوحدهم برضو وفي نفس الوقت الموبايل يبقى مش اللي هو إحنا أجازة فإحنا مع الموبايل 24 ساعة يعني الأجازة عشان جاء دايما أنا ما بيجيه الأهالي بقول له إيه هو طالما خلص للمدرسة يبقى أنا لازم أدخل في النشاط الموازي للمدرسة اللي هو بقى لو أنا هوادي حضانة لو أنا هوادي نادي لو أنا هدخله في كامب أو معسكر من المعسكرات اللي فيها النشاطات بحيث إن اللي بقى بقيله هناكل هنشرب هنلعب هنتفرج على حاجة برضو هتنترى الوقت يعني بالزبط حاجات تانية مختلفة يبقى اللي بقيله اللي فيه احتمال إنه يتعرض يبقى قل شوية طيب أنا هستنى لما يشوف ويتعرض ويتفرج على حاجات ويجي يقول لي أنا شفت ولا من البداية عرفوا إن فيه سقافة تالفة لازم عرفه طبعا طبعا وإن أنت وارد وإنت بتقلب كده على اليوتيوب هايجيلك 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 طبعا لازم عشان كده أنا بقول لك ولازم إن أنا هتكلم معاه الأول إيه أولا إيه اللي هو معرض له ممكن فيه سقافة تانية يبقى عندها ده ينفع إحنا الدين بتاعنا والمجتمع بتاعنا مش بتقول إن الحاجات دي تنفع إن مثلا إن لو فيه مشاهد فيها إباحية أو فيها مشاهد كمان تخص الدين أو مشاهد فيه حاجات كتير قوي مدخلات كتيرة ظهرت دلوقتي فلازم طبعا نفهمه إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش إيه اللي هو كمان متاح لي دلوقتي إن يفهمه كمخ يقدر يستوعب الكلام ولا ما يقدرش يستوعب الكلام وده ما يخليش يخوفه يعني لما كلمه عن إزاي يحفظ نفسه من العنف الجسدي إزاي يحفظ نفسه من التحرش ده ما يخوفوش علشان كده يمكن أولياء أمور كتير بتستنى إنه خلاص ابنه بيكون اتعرض للموقف ده وبعدين تبتري تتكلم لأنها بتبقى خايفة ترعبه إنت يعطي أتكلم أوه إحنا لو كان يعني لو بتكلمي على الجزئية دي بالذات لا الأهلي كلها بتقول يعني كل الأهلي وان شايفه إن ده صح إن لازم هيقولولو إن انت مش تسمح لحد إن هو مثلا يقرب لك بشكل معين مش تسمح لحد إن هو حتى لو حد ضربه ولا تنمر به ولا يعامله معاملة مش حلوة فيها إهانة لازم بسرعة يقول للأهله أو ما يسكتش أو يقول المدرسة يعني دي شك تاني بتاعي لي غير اللي هيتعرض له في المنصات المنصات غالبا هيشوف صور أو هيشوف مثلا أفكار مختلفة على الأفكار بتاعيتنا شوية يعني مش عايزين نقول فيها تفاصيل يعني حاجات كتير أو متخلات دلوقتي بقت موجودة يعني طيب ده عظيم جدا هل الموضوع للأب والأم بس ولا ندخل بقى شوية على دور المدرسة هي المدارس المفروض إن هي عاملة وبتمنع دخول الموبايلات للمدرسة خالص ده مبدئيا ده المدرسة كنوع من أنواع إن مش هيحصل جوه المدرسة تمام؟ لكن اللي ممكن يحصل جوه المدرسة إيه؟ ممكن يحصل جوه المدرسة إن المدرسة مش هتدي ثقافة كاملة إن هو إزاي الطفل ده يعبر عن نفسه إزاي يقول اللي يتعرض له زي ما حدوكوا بتتكلمي من شوية إن هو لو حد عمل حاجة يبقى خايف وقعد ساكت مش فاهم ومش عارف يعمل ويروح يكلمه في المدرسة مش هيبقى فيه الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي اللي هو يقدر إن هو يتكلم معاه ويحكي له لو فيه مشكلة تعرض لها وهو أساسا مش فاهم إن ده يتقال يعني فيه أطفال تلاقيه حصل له الحاجة ويسكت ومش هروح لمدرسة تاني طيب إزاي يا دكتور أنا خلي عنده ثقافة صحيحة في هذه المسألة الثقافة الصحيحة من التعليم الصحيح يعني أنا لازم يكون عندنا نشايف أن إحنا نفتقد في تعليمنا لمسألة يعني يمكن فيه دلوقتي بدأ يظهر يعني جزء في المناهج اللي هو فيه جزء التعاملات بدأ يظهر شوية أخلاق هيتعامل إزاي أه اللي هو هيتعامل إزاي هيتكلم إزاي لو الدين بقى بشكل بيسموهم ده أنا إيه زي لدينا بناخد مثلا في الطب جزء نظري جزء عملي فيبقى الدين جزء نظري اللي هو اللي إحنا بنذاكر الدين معاملة وناخد الجزء الأبلايد أو العملي اللي هو تطبيقه على معاملاتنا مع الناس تطبيقه مع إن أنا أعمل نفس إزاي تطبيقه إن أنا أتكلم إزاي أقول إيه فمهمة أوي في الدور الخصائي النفسي أو الخاصة الاجتماعي إن هم يبقوا قايلين أصلا إحنا دورنا إيه يعني ما يبقاش قاعد في المكتب بتاعه وبس لا يبقى فيه بتعامل حملات توعوية الطفل نفسه ما يعرفش الرجل ده موجود في المكتب دالي بيعمل إيه أصلا فلازم يبقى فيه حملة توعوية الحملة التوعوية هي دي اللي هي اللي هي بقى لحدكم تبكلمي عليها من شوية اللي هي اللي هتتعامل اللي هي يبقى فيه مفاهيم عامة بتتحط في تتقال زي محاضرات زي ندوات زي إيه الحاجات اللي أنت لو حصلت لك تقول عليها إيه الحاجات اللي لو شفتها لازم تقول عليها للمدرس المدرسة للبيت وفيه كتير جدا مصراحة فيه مدرس كتير كويسة ومدرسين كتير كويسين حتى مش مستنيين أخصائي نفسي هم بيبقوا جزء من حياة الأولاد اللي معاهم بنشوف نمازج كتير على فدر مهم جدا مسألة أنه مثلا يتم نشر منشورات معينة صور معينة لأنه ده بيعلق في أذهان الأطفال وأعتقد كمان يخلي اللي بيقدم على هذه الأفعال الغريبة على مجتمعنا يبتدي يراجع نفسه يشوف أن الموضوع بيثار بشكل طبيعي يعني هيتعرض لهذا الموضوع بالزبط كم حيتكلم مش حيخاف ده حقيق ده حقيق والمهم كمان أنا دلوقتي بالعكس أنها فيه حاجات حلوة للمنصات بقت مهمة يعني شايفة أنها بقى لها دور بوزطف كتير جدا عن طريق الابليكيشنز كتير اللي بتتعامل دلوقتي في اللي هي الحاجات التعليمية بقى اللي هي الجزء التعليمي للمنصات دي اللي بقى فيه حاجات فعلا منها إيجابية جدا ولو الأهل استعملوا ده هيفرق جدا مع الولاد اللي هو الحاجات لتقييم القدرات بتاعتهم حاجات للتعليم مثلا اللغة لتعليم الإراية صحة لتعليم المواد بتاعتهم الثقافة العامة تكبر كل ده موجودة على فكرة على الابليكيشنز لو الأم والأب قعدنا مع بعض مثلا نتفرج على الحاجات اللي هي بتتكلم على الحيوانات والطبيعة والاكتشافات الجديدة وأنا بدأ تدخل ولادي في الحاجات دي هم ممكن يبقوا انترستيت فيها بعد كده ويحبوا يكملوا وتفرجوا عليهم دي نقطة مهمة جدا هو هيشوفني أنا بعمل إيه بالزبط أيوان بالزبط كده طول الوقت عمال أتفرج على الحاجات دي ولو أنا قعد أتفرج طوله نارة على المسلسلات أكيد هم هيبقوا مع أي عضو على المسلسلات صحيح ما فيش أي حاجة في المسلسلات زي الفل بس تبقى مناسبة لنا إن فعلا الحاجة زي ما بتقولي فعلا لأ وإن يبقى كطفل قادر باش نسا يتفرج على المسلسلات ده غلط طبعا لا طبعا والعنف كمان يعني مش بس المشاهد الوحشة لأ ده فيه العنف اللي هو اللي بيتربى جواه إن ده النورمل يعني يبقى فيه أفلام أو مسلسلات أو حاجات برضو كرتون بتبقى عنيفة جدا جدا لدرجة إنه هو يدهب يخشه جواه ويبدأ هو يتعامل به يبدأ هو يبقى سلوكه فيه سلوكه عنف يبقى مع أخوه بيضرب طوله الزوير يبقى ده اللعبة بتاعتنا ضرب فيبقى أنا العنف ده برضو من الحاجات اللي بتتصدر من نفس المصدر عشان كايكو تبقى لحد ديك من شوية على موضوع الرياضة ده إنه هو إزاي إن أنا ندخله في نشاطات تطلع العنف بتاعه فيه كمان على فكرة من الحاجات الحلوة قوي كنشاطات في البيت للأسرة على بعضها فيه اللي هي لوحات التلوين الكبيرة قوي اللي هي بتلاقيها بقى متر في سبعين أو حاجات كده فيها أكثر من رسمة تبقى لوحة كبيرة جدا مثلا مزارع فضاء حاجات زي كده ويبيعودوا الأسرة كلها تلوين اللوحة الكبيرة دي فدي برضو من الحاجات اللي الولاد بيبقوا لما يلاقوا مامتهم معاهم فيها المشاركة طبعا بتفرق معهم أنا أهم حاجة بالنسباني ما يبقاش ده بس مصدر المعلومة طيب الانحرافات السلوكية عند الأطفال إزاي اكتشفها مبكرا؟ اللي هي المقصود بيها إيه بقى؟ أي نوع من الأنواع اللي انحرافه؟ يعني احنا عندنا الانحرافات السلوكية ممكن تبقى فيها عندنا اضطراب سلوكي مثلا هو ممكن يبقى فيه الطفل اللي هو اللي بيجذب اللي بيسرق اللي ممكن أنه هو يكون مثلا عنده عنف في شخصيته جامد جدا بيهرب من المدرسة ده اللي هو بيسموه عندنا الكوندك ديس أوردر أو الاضطرابات السلوكية في الأطفال طب أنا ممكن أكتشفها بدري قبل ما أوصل ده أكيد هيبان بدري جدا إن هو يبقى من أوله بتلاقيه عنيف جدا عنيف في إيه؟ عنيف مع الحيوانات عنيف مع الإخوات عنيف مع الممتلكات يعني مثلا ماشي يروح مجرح عربية ماشي يروح مقطع حاجة في البيت بيبقى فيه عنف جديد جدا جواه موجه لأي حتى حواليه ما بيكونش عنده أي إحساس بتقنيب الضمير لأي حاجة تقوله ليه يا مني كده؟ بيبقى بيسموه عندنا فيه تجمت كده في الحسيس إنه يقدر يحس إنه غلط أو يعتذر عن غلطته أو كده الحاجة التانية بيبدأ طبعا من سنه صغيرة على فكرة ممكن من أربع خمس سنين وست سنين تلاقيه بدأ بيسرق حاجات مثلا من المدرسة بيسرق من البيت مامته مثلا فجأة تلاقيه ماشي من البيت مش عارفة هو فين في المدرسة يبدأ يجمع مع الأصدقاء اللي هم بقى يبدأ يتلاقيه أنا عندي أطفال من تسع عشر سنين شابوا سجاير زي ما حضرتك ذكرت ممكن احنا ركزنا في البداية شوية على دور المدرسة في مسألة العنف التعامل مع العنف أو التحرش أو الحاجات اللي تشبه دا وحضرتك قلتي إنه المدرسة مش بتسمح بوجود الموبايل جول مدرسة ودي حاجة طبعا كلنا عارفين ده المدارس اللي هي اللي ماشي صح غالبية المدارس خلينا أقولك يعني إنه ما بيسمحوا بيقول الموبايل فكرة نوعي بيتفرج في البيت بقى هل المدرسة ليها دور في دا؟ المدرسة اللي هي دور في البيت؟ على المحتوى اللي هو بيشوفه هو قاعد في بيته أو بره في الشارع أو في أي مكان لأ المدرسة ملاهاش دور في دا لأن المدرسة مش ممكن يقعد يتكلم معاه ويقوله إنه في نفس اللي كنا بنقول إنه الأب والأم بيعملوه الأخصصية الاجتماعية هو كمان يعمله عشان يأكد على الموضوع ماه دي يبقى عن طريق زيادة الثقافة بتاعتهم يعني أنت لو هيزود الثقافة بتاعته في إنه هو بيعرف مثلا إيه اللي ينفع وإيه ما ينفعش وإيه صح وإيه اللي مش هينفع يبقى مناسم ده أوكي ده ده جواه مدخل جواه لكن تطبيقه بقى مسؤولية إيه؟ مسؤولية البيت زي بالظبط ما المدرسة بتدي واجبات وبس هلهم بيساعدوا بعض بس في البيت هيبقى إيه؟ لو ظهر سلوك في المدرسة لازم أول بول يتقلل البيت يبقى أنا كده واتنبهتهم إن في حاجة حصلت الحاجة دي مصدرها منين؟ ومصدرها أكيد من التعاملات أو من الحاجات اللي شافها أو من غير ما نرمي التهم يعني يعني بشكل متعاون أكتر طيب أنا إزاي يخلي ابني أو بنتي ما يخافش ويحكي لي ولما أسمع حاجة شافها غلط أو حديث تم في المدرسة مع أصدقاء أو مثلا لدى سن ولا دى معايده إنهم يتكلموا فيه والمعلومات مغلوطة المفروض تصرف إزاي؟ بصي هو اللي عاديك بتكلمي ده مهم جدا لأن أنا عشاني ابني يتكلم معايا لازم أكون أصلا أنا مصحبا لازم يكون مدياله الوقت الكافي إنه هو يقدر نتكلم فيه بدون ما يبقى قاعدة بديله محاضرة إيه الصح وإيه الغلط يعني لو علاقتي مع أولادي بس اعمل وسوي لأ يبقى دي راحت مننا خالص لكن لو العلاقة بقت فيها جزء نشاطات يعني زي ما إحنا كنا بيكلم بيلونوا مع بعض وهم بيلونوا بيتكلموا بيتفتح حوارات هيحكي لك فهيحكي الحوارات دي أكيد حاجة منها هتطلع يبقى أنت عايزة تحطيها بين قصين كده وتقولي إيه أنا عايزة أخد بالي إن الموضوع دي أركز فيه شوية الفترة اللي جاية لكن ما يكونش ليه أرد فعل في نفس الوقت أنا أسمع وبعدين أشوف الفزع تعرف الأمهات بيخاف الفزع من الأم يبقى مش هيتكلم تاني فأنا لازم قالت كلمه هو بيقولها على فكرة ببساطة إن الطفل مش عارف إنه هو ده فيه مشكلة في اللي هو بيقوله ده فهو قالها ببساطة طب لما هو قالها ببساطة أنا هعملها مشكلة كبيرة من غير ما أولا لازم أعود مع بابا نتكلم مع بعض حصل كذا كذا إيه رأيك هنعمل إيه هتتكلم معاه ولا أنا أتكلم معاه ولا نجيبهاله بطريقة غير مباشرة ولا تتعامل إزاي طيب أنا مش عارفة وحاسيت إن دي كارثة عندي أشوف أخد رأي حد متخصص ورأي دكتور ده دلوقتي هو قال لي كذا كذا الكلام ده معناه ما هو ما تحيي يجيلك هو دلوقتي ده مع تاجين أنا وصل له أنا معلومة ينفع أقول له كذا لو قلت له مثلا هيبطل يحكي لي بعد كده فاللي هو الفكرة إيه فكرة إن أنا أدي له مساحة إنه هو يتكلم بدون ما يبقى أنا في حكم على الكلام اللي بيقوله وفي نفس الوقت هدأت كأني بعمل الإستراتيجية هتعامل زي ما قالهولي دوت ده هو مش هيبطل يحكي لي بس ده هو بطل يحكي لي وهيدور على حد وغير كده كمان هيدور على حد يحكي له الحد بقى اللي يحكي له ده ممكن يكون حد من سنه أصحابه أصحابه بقى لهم ايه الله وبالمناسبة يعني مش تازم يكون وصل لسن مثلا مرحلة السنوي وفي الأدات على فكرة ده في ابتدائي وإعدادي أطبعا paintek difficulty لما كنا إحنا في إعدادية أو سنوي ده يساوي الحاجات اللي بتوصل للولاد دلوقتي في البتدائي يعني فهم أنت ما كانش بيجي لغير مصدر واحد فالمصدر ده كلنا قاعدين عليه فلا ما بيجيش معلومات تانية لكن هما يعني ممكن أنا كمان بيجي لي أنا زمان قابليكو أكتر شوية بس لكن الأطفال دلوقتي لأ أنت قعد مع طفلة عنده في تالتة ابتدائي وشوف هو يعرف إيه علشان كده دكتور بقول أنه مفروض يكون في نظرة مختلفة للمناج اللي بتقدم في هذه الجزئية بس بصراحة المناج أنا شايفها دلوقتي متحسنة يعني بقى فيه حاجات كتير قوي بتدخل الولاد بدري فبقوا برضو علشان نواكب يا دكتور شو في حضرتك بتقولي لما بتعود تتكلمي معهم لأ فرقين وتقول يعني لما عندي مثلا أطفال عندهم روعة ابتدائي وخمسة ابتدائي وأصلحنا عندنا مشروع بنعمله في المدرسة وهنقدمه وعايزين نكتبه على الكمبيوتر وأصلحنا بنعمل زي سيرفيكيد أو اللي هو الاستبيان مثلا هم بيعملوا الأسئلة بتاعته وبيتطبقوها في المدرسة كانوا من أنواع النشاط في المدرسة لأ طبعا الوضع بقى أحسن كتير فأنا بقى يعني يمكن حتى الاستفادة من هذه الأنشطة يا دكتور في مسألة توجيه الأطفال بشكل غير مباشر لأنه توجيه لما بيشكل غير مباشر بيوصل أسرع لما نقوله مثلا اعمل مثلا استبيان عن الأولاد اللي بيتعرضوا للتنمر وهم عندهم مثلا عشر سنين ايه أسباب التنمر بيتعرضوله؟ هيعرف هيفهم هتوصلوا لهم بقيل حاجة يعني التنمر دوت هيؤدي إلى أنك انت تحس بإيه من جواك هيأثر على شخصيتك إزاي؟ ولما تتعرضوا للتترك معا إزاي؟ حضرتك شايف يا دكتورة أنه اللي احنا بنأمله دايما لما بيجي أعمل أكاونت على حاجة وطبعا بيبقى سنه صغير فبيرفض فبندخل احنا كأباء نعمل أكاونت أو بنعمل وصاية لأباء شايف أن ده مش حل؟ من الحلول من الحلول يعني مش لوحده؟ من الحلول من الحلول لأنه خلي بالأخير لنحن كنا بنعتمد عليه على فكرة أنه هو الحل الوحيد لأ فيه طفل أصلا بتكلم على طفل ده يعني بنتكلم من إيه؟ من أول أربع سنين اللي هو هيبقى عنده القدرة أنه هو يبقى مع نفسه يعني قوي لحد مثلا 13-14 سنة شوف مثلا أنت ممكن تكون مثلا بنتك عندها 11 سنة وهي عاملة مثلا أكاونت على إنستجرام وانت عامل وانت عارف الأكاونت بتاعها هي ممكن تكون عاملة غيره اتنين أنت متعرفها مش أصلا تفهم قصدي؟ ده اللي إحنا بنشوفه فهي سايبالك الأكاونت اللي إنت عايز ترائب عليه رائب عليه براحتك بقى نفسك براحتك بس في أكاونت تانين كده دول إيه؟ هي وصحابها هي لوحدها يعني وعشان كده نقول لو كنا قريبين بس كده هنعرف التاني والتالي ده في فرصة بأنه ما يقولي قبل ما أنا أبدأ إن أنا إيه ألاقي الكوارث لأنه طبعا هي هو كل ده في الآخر هيصب عندي هيعمل كارثة طالما بخبي بيبقى في حاجة غابة فهي بيجي لي بقى بعد الكارثة لأن إحنا بيجي لنا دايما الحاجة اللي مش طبعية لكن الطبيقة هو ماشي يعني مفيش مشكلة مش هيوصلي لكن هيبقى متوائم لكن ده بتبقى حاجات غير طبعية طيب يا دكتور نصيحة بقى الأولياء الأمور في التعامل في هذه المسألة والله أنا الأساس بالنسبة لي بصراحة هو إن أنا أوصل لولادينا بحبهم وأديهم وقت وأعد معاهم وقت فيه بيسمونه ده أنا جودة للوقت كوالكي تعامل أيوان الجودة للوقت إنه هو مش أنا أنا قاعدة وخلاص لأ أنا قاعدة وبعمل حاجة معاهم وبيوصل لهم حاجة وبملال وقته كمان بطريقة إيجابية يعني إنه هو إن إحنا يققهم في قدتهم وإنه مش شايفاهم لأ دي مش إيجابية أو قاعدين كلنا مع بعض مسكين المدلات يعني لو قاعدين مع بعض بنامي الحاجة مع بعض بتبقى حلوة على فكرة لكن لو قاعدين فعلا كل واحد في دنيته ومع نفسه شوية بتقلقني إلا لو كنت أنا عامل علاقة حلوة مع أولادي أصلا ففيه ثقة متبادلة فاللي هو أصلا ما فيش أكاونت مقفول ما فيش حاجة معمولة على طول أنا معاهم فأول بول مش محتاجين كمان إنهم يعملوا حاجة من ورايا شكرا جزيلا لك يا فن شرفتين دكتور رهبا فتحي أستاذ الطب النفسي بقصر العيني شرفتين شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك